ماذا بعد قرار الحكومة اللبنانية التخلف عن الدفع؟ هو اليوم السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة وماذا لو فشلت المفاوضات التي تقودها الدولة والمصارف مع حملة السندات؟ أين الخطة الإنقاذية؟ وما أبرز عنوينها؟ أموم المواطنين من الغلاء إلى الاحتكارات؟ كيف ستتصدى لها الحكومة؟ أسئلة نوها واجس يناقشها مرسال غانم مع وزير الاقتصاد راول نامي ومع النائب نقول نحاس صار الوقت هذا الخميس مباشرة بعد الأخبار على الام تي في صار الوقت حتى يوصل صوتكم وتعبروا عن رأيكم بكل حرية حملوا تطبيق لبنستات تخلوا صفحة صار الوقت شاركوا بالتصويت وتفاعلوا مباشرة مع فري البرنامج لأن رأيكم الوئينة